ايوه اللهي التلتين دول بيردوا على بعض اخيراً في دطور في الحالة المادية عند الحوت الشهر ده مرسي يا لول العجلة الحظ المتعطل واللي واقف واللي مش عايز يتحرك ماشي الدنيا وقفة وقفة بإذن الله بإذن الله يا رب ادوا معايا كده بإذن الله حتمشي العجلة حتدور وحتلاقوا ان فيه تغيير في جوانب كتير من الحياة في كل الاتجاهات تايسير ان شاء الله تايسير في الأمورك يا حوت بإذن الله Queen of Cups الحوت بقى هنا مش رومانسي زي المجموعة الأولى والتانية الحوت هنا قعد بيفكر بعقله وقعد بيقيم علاقة وأنا حسنه هو متراقب ومتربص للشريك بتاعه حذر جدا جدا ووصل الموضوع لحد التربص معلش page of pentacles تطور مادي بطيء في المرحلة الأولى يعني في أول شهر يعني بطيء شوية فخلي بالك من الصرف بتاعك ركز في الحاجات المادية إيه اللي انت محتاج وإيه اللي ممكن تستغن عنه الحوت إما بيمر فيه إما علاقة ثلاثية أو احتفال وكل ما هيطلع الكارت ده معلش مضطرة أن أنا أقول الكلمة دي يا جماعة اللي مش شكة إن فيه علاقة إن شاركها فيه علاقة تانية أو بكي خيانة مع حدا تاني أرجوكي ما تسمعيش الإراءة دي خالص قدني بقول ونضم تسجل عشان نرجع للفيديو تاني اللي ما عندها الشكوك أو ما مسكتش حاجة أو ما عندهش أي سبب إنها تشك في شركها أرجوكي اتجاهني الكارت ده خالص اللي عندها شكوك أو اللي مسكت حاجة بالفعل فيه علاقة سلسية وفيه صبر وانتظار الحوت قاعد صابر ومستني يشوف إيه اللي هيحصل مع حالة دوران العجلة دي The Wheel of Fortune فيه خير جايلك كتير يا حوت إنت كنت مستنين متأخر عليك حاجة إنت اشتغلت عليها من فترة بس ما كانش لسه وصل لك المرضود بتاعها هيبتدي يوصل لك دلوقتي أو خير عملته بحد زي ما قلت لك إن شاء الله بيتردلك شايف عمل جديد للحوت الناس اللي ما بيشتغلش في عمل جديد الناس اللي بتشتغل إما هتروح دورة تدريبية تتعلم حاجة جديدة أو هيغيروا جوة شغلهم هيروحوا مثلا مكان تاني في نفس الشغل بس فيه تغيير في حالة العمل عند الحوت ده في الثلاث مجموعات هنا بقى فيه تطور مدي إن شاء الله للبرج الحوت في حالة مدي بتتطور بإذن الله وحاجة ما شاء الله حلوة جدا جدا أنا يعني فيه ده دي الغموض ده هاي بريستس دي الغموض فيه حاجة غمضة كانت عن غمضة عن الحوت هتتكشف له حيبتدي يعرف حاجة كانت مستخبية ومستترة هتباني يعني سر بيتعرف للحوت هنا فيه قيادة شوية برضو للحوت في مدان العمل إن هاتي العلقة الثلاثية دي ده سؤال كويس طيب حنشوف عنده قيادة في العمل ماشي بمبدأ يعني القوة مع اللين في نفس الوقت وفيه شخص قدامك يحوت بيحميك وقف يعني وقفلك حيرس القطة دي بس أنا دايما بشوفوا ان القطة دي قوم يعني الأمهاتكو وقفلكو حارس إنه ما فيش حاجة تأذيكو أو حاجة تدركو هلخص القراءة بسرعة فيه تطور فيه عجلة حظ بالدور بإذن الله ما شاء الله يعني حاجة حلوة جدا فيه خير جاي لك يا حوت حاجة أنت كنت مستنيها بقلك فترة إن شاء الله هتجي لك دلوقتي فيه تغير في العمل العمل بيتغير إما اللي ما بيشتغلش إن شاء الله هشتغل أو بتاخد دورة تدريبية في حاجة معينة أو بتغير دورة وفيه تطور في الحالة المادية وحالة أمانة الحمد لله العمل عندك ماسك قيادة فيه قيادة عندك في الموضوع ماشي بسياسة القوة والسيطرة مع اللين والاحترام والعطف يعني الاتنين مع بعض عمل ميكس حلو جدا جدا وقدامك حد بيحميك فيه سر حينكشف للحوت The High Priestess الحوت قاعد بيقيم العلاقة بعقله تماما مركز وعمال عايز يشوف ما وراء الشخص اللي قدامه مش عايفه كده وخلاص لا عمال يحللوا يعني داخل جوه كده بيحللوا زي ما قلنا في أول الشهر تطور المادي كان بطيء شوية إن شاء الله يعني بإذن الله يتغير الموضوع ده فنحاول إيه تطور المادي هو الحمد لله أحمدك يا رب فنحاول إن إحنا إيه بنظبط مصرفنا شوية زي ما قلنا علاقة سلسية أو احتفال الحوت بيمر بعلاقة سلسية أو بيحتفل بشيء وشايفة هنا صبر وتضحية وانتظار هي مقرراتا باللي فات يعني مش قد كده بس هي قررها برضو حلوة جدا 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 وجد سناتي بهجة وأمل في تي جواية توقع جواية الحمد لله يا باسم أشكرك جدا جدا أوكي كده إحنا فضلنا بسم بالله صح أشكرك يا عبد الحي مرسي مرسي هنشوف بقى إيه الحالة العطفية بتاعت المرحلة الثالثة أخبارها إيه ونبقى كده خلصنا برج الحوت الحمد لله فالحد هيعرف سر عام الحوت أنا شايفة أن الحوت اللي هيعرف سر يعني أنا ميلة ده أكتر جدا في حياتنا بقيت جزء من حياتنا الله يا مريم يا حيببتي وأنت عارا فكرة كمان مش أنا بس يعني أنت كمان جزء بير من حياتي خلاص دلوقتي أنت وما ينفعش خاص حياتي مش هتكمل بغير لايف بعد كده ما شاء الله عني كيف هنا نكلمك صحيح بشكرك يا كوكو قوي قوي ربنا إن شاء الله يعني ما يحرم ناش من بعض أبدا 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 وحركة فيسبوك دي ما تتكررش تاني لأ موزارت ده كده هنتخض أوكي ألف قبلة مني بشكرك يا رضا جدا ليه يا تطمة ماري بحضر ليكي ما يا بنوراني يا حبيبتي قلبي نورتي اللايف نورتي اللايف يارب يكون عجبك الناس الجداية يا جماعة اللي عجبهم اللايف دوسوا فالو للصفحة لايكوا فالو عشان تشوفوا التصويتات احنا بنصوت لكل بورج وتشوفوا اللايفز اللي جاية ما تفوتهوش ونورتوا الصفحة ونورتوا اللايف طيب يلا نشوف الحالة العطفية دي المجموعة الثالثة والأخيرة لبرج الحوت الحوت عايز إيه الحوت عايز الصورة دي للعيلة صورة سعيدة أب وأم متربتين وحبين بعض وبي بيراهوا بعض وأطفال بتلعب وحاجة يعني عايز الصورة دي المدينة الفاضلة اللي هو عايش فيها دي وبيعمل على الموضوع ده بيعمل إن هو الصورة دي تتحقق بالفعل عايز برضو قوة أكتر عايز يكون أكتر صلابة عايز يكون أكتر صلابة وأكتر قوة الحوت برضو يا جماعة يعني حناين قوي يعني عنده لين جدا فعايز يكون أقوى شوية يكون جامد يعني أنا مثلا ببقى ضعيفة قدامه لدي ساعات بضعف قدامه يبقى عايز أقول إدمادي شوية نشافي شوية هو ده بالظبط اللي أنا عايز أوصله الحوت شايف شريكه إزاي شايفه بيتطور مديا شايفه بيتطور وشايفه لامم العيلة حواليه أهو تطور مدي ولامم عيلته حواليه برضو نفس الموضوع ماشيين في نفس السكة مع بعض الطاقة الطاقة فيها تهنئة الناس عمالة تهني تهنيكو إما على نجاح على علاقة نجاح أو على شغل نجاح في حالة تهنيئة والناس بتهنيكو الشريك عايز إيه الشريك نفسه لأ الشريك تعب واضح إنه فيه تعب جديد شديد عند الشريك تعبان هنا محتاج روحانيات أكتر حياته بقت مليانة حاجات مادية كونكريت كده يعني حاجة صلبة عايز حاجة أكثر هدوء وأكثر روحانية يعني أكثر روحانية ونفسه يرتاح عايز ينام محتاج ينام محتاج يرتاح ممكن يكون كمان تعبان جسديا شايفك إزاي شايفك ناجح شايفك ناجح وشايفك ناجح في كل حاجة اكتمال دائرة مكمل عامل كل حاجة بسم الله ما شاء الله perfect perfect لا حاجة حلوة قوي 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 الطاق دلوقتي حب غير مشروط في مولود لللي عايزين موليد وربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم في حالة لا حب غير مشروط حاجة ما شاء الله حلوة جدا جدا هنا في حالة من كده عفوية ما لمفكرش قبل ما نتكلم نتكلموا براحتكو مغامرة وشك لفيه سفر كمان مش شرط تكون سفرية سفرية شغل أو حاجة لا ممكن يكون فيه سفر لمجرد السفر وحنا ندخلين على أجازات دلوقتي أجازات نصف السنة فعلا في مناسبة perfect يلا بقى أخدوا break ونطلع بقى نسافر في مكان دي قرية حلوة قوي 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 للحوت الإراءة دي يعني مش عرفة حسن أنها لقى المجموعة التانية أكتر سبحان الله يا جماعة بصوا اسمعوا فعلا ما حدش يسمع المجموعات احنا بنقسم المجموعات علشان ناخد أكتر كم من المواقف إنما مش شرط كلهم حوت كل المجموعات حوت انت حتسمع وحتشوف أكتر مجموعة ماشية معاك إيه ما تمشيش على حسب مجموعة تاريخ ميلادك خالص الحوت عايز صورة العيلة السعيدة البرفكت الأولاد أصحاء بيجروا بيلعبوا أبوا أموا مطرقتين وحبين بعض عايز يكون أكتر قوة وأكتر صلابة شايف شريكه بيتطور ماديا الشريك محتاجش أكتر هدوء وحياة أقل صخب وأقل وأكتر هدوء محتاج يرتاح شوية لأن جثمانيا انتعبان الشريك شايفت يحوت ناجح وبتقوم بدور كويس جدا ومكمل مهمتك على أتمى الوجه الطاقة ما بينكم فيها علو وشأنه فيها مباركات ناس بتبرك لكم في هنا The Empress الحالة برضو الجنسية عندكم كويسة جدا نشطة جدا وحب غير مشروط وممكن يكون فيه كمان حمل دي بتاعت الخصوبة The Empress كارت جميل جدا في حالة من زي ما قلنا التلقائية والعفوية في التعامل بينك وبين شريكك يحوت وان شاء الله كمان باين انه فيه سفر أو تغيير مكان حتى ممكن يكون هتغيروا بيت ما شاء الله ريا جميلة جميلة للحوت الحمد لله ختموها مسك ديسمبر الحمد لله وان شاء الله يارب تثبت القريات علي تفضل أهلا بيك تفضل سبب ترقس وقالة طيب احنا دلوقتي هنقول الكراءة الخاصة اللي كسبت معنا النهاردة تمام هي كمان بعثتلي خلاص تمام يلا حبيبتي تعالي ريت ميم طريق الميلاد واحد تمانية ده انتي أسد أسد فين بقيت السؤال اه انتي عايز علاقها عطفية تمام ماشي حلوة اوكي اوكي ديني بس دي اقفنت شرين انا بقرأ كل يوم او يوم لا بعمل live stream وكل live بقول في برج واحد بس والاختيار بيتم عن طريق التصويت فاحنا النهاردة معنا برج الحوت لانه كسبت التصويت ان شاء الله هنقول بلأسد اولا جدن 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 بسم الله اشتركوا في القناة معلش يا ولاي ممكن بس تسأليها او انا هسألها قوليلي حبيبتي ردي علي بقى في الرسائل انت معانا على اللايب هو في مشاكل دلوقتي بينك وبينه الدنيا مش تمام يعني هبتدي القراية انت عايزة ايه انت عايزة ببرزق جديد عايزة حال المادية يكون فيها تطور اكتر من كده زي ما قولنا الكارتة ده اما انت عايزة تعملي حاجة معينة اقول فلوس معاك مش مكافية او معاك فلوس مش عارفة تعملي بيها ايه تصرفيها ولا تستني شوية بس واضح ان الحالة المالية عندك عملالك شوية ايه زعزاعة كده شايفه شريكك ازاي شايفه شخص طموح شايفه شخص زكي بيعرف بيعرف يتصرف وممكن يكون قد المسئولية كمان شخص قد المسئولية اتقمى بينكم موقف صعب او زواج ايه او زواج او زواج يعني يدا يدا الشريك عايز يكون أكثر قوة